أنا خطابي قدمته في يوم بده ما خطاب عنصري لكن بصور للناس العنصرين إنه خطاب عنصري أنا حدست عن الناس المهمشين حدست عن ستات أشياء هل ده خطاب عنصري؟ هل ده خطاب جهوي؟ هل أنا تكلمت عن قبيلة بعينها؟ الناس زي المظلومين والخطاب ده لقى تأييد جداً من المجموعات دي دي الناس حقوقهم منتهكة في الدولة السودانية دي الحاجات المسكودة عنها شفت البلد دي لو ما قلنا الكلام ده بمشي قدامه فإخوتنا في الحرية والتغيير هم أول حاجة من أقصوا الآخرين جابوا العسكر مسألت الانقلاب الانقلاب حصل قبل ما يحصلهم الخمسة حين أكتوبر أصلاً كانت في أزمة في مشكلة من أياه محمدو لين الناس بتتجاوز الحاجات الأساسية في الدولة السودانية ده ما تاريخ الإخوة في الحرية والتغيير وقعوا الوسيقى الدستورية رغم رفضنا لهم ونحن من أسسنا حرية والتغيير ونحن وقتها في نداء السودان في ناس كنا بنعرفهم جزاء ورأسي كغييرات في حرية والتغيير كويس أنا كنت موجود حتى الوفد بتاعنا نادينا الوفد جاء وهم معنا في نداء السودان طلعوا من الخط بتاعنا جاء ركبوا جلابية إنهم هم السوار وتصدروا الموضوع وجنا قشونا هناك اتفقنا وقعنا ورقة جاءت عشر طافة منزغاء على الأسف في الخرطوم وقالوا إن إحنا غير مفوضين والدينامو العين السخنا أيضا قالوا غير مفوضين ومن ذلك الوقت حصل الاختلاف طيب بالنسبة للخطابة اللي انت تحدثت عنه بالنسبة لي دمى خطاب جهب أنا ما طالبت أن أقاتل ناس اتكلمت عن مظالم وطوالي أي زول هو بالذات الناس الأساسا يعني عندهم شحنة زايدة ضدنا نحن طوالي أقلبوا حتى ما شو كتبوا كلام قالوا أنا قلت الكباشي ده قريبو الجيش جاهز ده ابنوا أستاذ جمعش كلام ما يكون مطلق في بيان موجود أقرى بيان طلعت بيان كناتق رسمي أنا أسألك الآن موقع موجود في الخرطوم طلع كلام وطلعنا بياننا فين الكلام ده إذن أنا ذلك أقولك الآن نحن مع عنصرين نحن نضل نظام ده أكتر من أحزاب ومن موجودة في الخرطوم أحزاب صغيرة جدا لا تساوي تضحيات القدمتها حركات التحرر المسلحة في السودان أكتر من 7000-8000 شهيد ناس بتكلموا عن ثورة ديسمبر نحن بتكلم عن ثورة التحرر من 56 ليومنا هذا الدولة السودانية لم تستغر الناس قاعدة تناضل وتقاتل لا يمكن لمجموعة صغيرة تقعد على كرسي السلطة وتحب أن تسيطر على الدولة السودانية ما الكلام ده ما هيبقى تاني ما بكون موجود ده ما خطاب عنصري أنا بتكلم عن حقوق ناس كويس؟ فليكن إنهم خليهم يصنفوا زي ما دائرين لكن أنا شخصيا متضرر أنا أهلي في المعسكرات أم هاتي ستات شايد دارينها جي تكلمونه خطاب منمقين في الخرطوم ما بيتكلم كلام زي دا ده ما عنصري أنا قاعد أقول لي أنتم مظلومين لأي أنتم بتصوروا خطاب ده عنصري الخطاب ده ما عنصري دي حقائق هل الناس أسل ليلة ناس هيسم ليل قاعدين في الأحزاب في الحرية وتغير عندهم زول مشرد في المعسكرات هم بعرفوا محل المعسكرات بين عشان يجي يقول لي عنصري أخاطب مونانا أنا بخاطب ناسي الموجوعين القاعدين فارشين هنا في الأسواق وقاعدين منتظرين عشان يأكلوا ومتلعيش من الأوضاع المزلة دي هم كانوا في السلطة لمدة عامين ما قدموا أي حاجة للدولة دي لا جازوا غانون لا شكلوا برلمان لا جاءوا محكمة دستورية جاء الليلة كلهم مفروض يعتذروا للشعب السوداني لأنهم من جاءوا بالعسكر وتاني يجي يطلعوا الناس ينقلابين إحنا ما ينقلابين طيب اسمحلوا سيد جمعة نحن شروفاءنا ضلنا بالسلاح وبالدم طيب اسمحلوا سيد جمعة